أنا عايز سألك على حاجة مهمة في البداية تفضل وهو سؤال يبدو سقضي بشوية هل إحنا مقصرين تقصير كبير في هذا الأمر عشان كانت تحاد الكرة من فترة قريبة حتى قائمة بعدد كبير من اللاعبين اللي استدعاهم من أوروبا أوحاط عينيهم أوحاط عينيه عليهم من أوروبا مصري موجودين في أوروبا من أصول مصري هل إحنا مقصرين ولا الأمور ماشي بشكل سليم والله من جاءت مقصرين مقصرين لأن كان لازم الموضوع يتم بطريقة منظمة أكتر من كده زي ما بنعمل معسكرات مفتوحة للعيب المحليين وبننزل درجة تانية أو درجة تالتة وكابتو محمود جابر بنزل جاب لعب من الدرجة الرابعة كان لازم يتعامل بالتوازي معسكرات للعيبة اللي بره وياخدوا فرصة يعني زي ما بتعمل معسكر هنا حاضر فيه 30-40 لعب حيات اللي بره وديهم فرصة خليهم العام ماتشات مع بعض ونختار أفضل عناصر لكن إن أنا جيب لعب سيد عالم ودي 8 يام ده مش منطق يابدا صح لعب اللي جاي اللي عارف لغة ولا متفاهم مع اللعبة لسه بتعرف عليهم مش فهم حاجة حتى أنت بتقوله أنت ككوتش بتوجهه المعلومة وبيقف مستغرب ما بتكلمش عربي إحنا أصلا لما بنجيب محترف في أي نادي في مصر بتستنى عليه عشر مباريات عشان تعرف تقيمه ووسمه مع نادي بيلعب كنتها تربع تيام لك أنت تخيل بقى أن لعب ناشئ بتجيبه تحطه في وسط مجموعة كلهم اصحاب مع بعض أهل وزمالك وعايز تقيمه من أول يوم لمدة ثمان تيام ده صعب جدا مشتحيل فعشان كده في ناس كتير جت وبالبلد كده دخلت المفروعة اللي هو زي ما جي زي ما راح زي مين يعني مش عايز حد أسمع عشان ما يزعلوش وفي لعيبة جم زي مثلا كاريكا ده لعيب هايل جدا بيلعف فيه بيلعف نادي بورجوس الأسباني بالمناسبة هو بيبقى ابن كابتن أحمد رجب نجم نادي الأهلي والإسماعيلي طب بما إنه هو انضم ودخلته السكواد بتاع ماتش غانا المحليين ده ماتش وماتش حرس الحدود ملعبش دقيقة واحدة في ماتشين يعني أنت جبت لاعب من برة وانت بتتكفل طبعا بمصاريف لا الغالبية العظمى كله تعالى على حسابك لا ما تهزرش بس ده معلومة أكيدة اه معلومة أكيدة وحصل فيها قبل كده مشاكل أزمة رامس حفظ الله لا قولي أزمة رامس حفظ الله أيام كابتن رابيه ياسين رامس حفظ الله لعيب مصري أب مصري وأم مغربية مولود في إنجلترا كان فيه كلام أنه هيجي منتخب مصر وفي نفس الوقت الجامعة المغربية كانوا عايزين يضموا للمنتخب المغرب التفاوض من هنا ومن هنا هنا من مصر تعالى معسكر على حسابك والنحة التانية وفد رسمي هاستنى في المطار والتكد التهيران رايح جاي على حسابنا والإقامة اه والإقامة وكل حاجة وبوكت ماني كمان أيوة عصر أنت هنا وكأنك تتفاوض مع لاعب أنه ينضم النادي يعني هنا اللعبة اللي هي بتحمل جنسيتين دول انت ما بتقولوش شرف ليك أنك تلعب لمنتخب مصر هو طبعا شرف لي اه طبعا بس ما هو من نحة تانية شايف أنه برضو شرف ليه أنه لعب لمنتخب البلد التقيمة والإيه بالزبط ما هي بلد أمه بالزبط فهي في الحالتين أنت بتبقى بتحول تقنعه أن الشرف الأعلى أو الأكبر أنك تلعب لمنتخب مصر بالشرف ده هيجي إزاي أنك تديره تسهيلات كمان بالزبط وده ما بيحصلش بالزبط حصلت الأزمة بقى والخطاب ده اتنشر في كل حتة لأن نادي ميلوول نفسه اللي كان بيلعب له رمز في البداية هو اللي هو اللي رفض يعني مش اللاعب نفسه نادي ميلوول نفسه هو اللي رفض قال له أنت لعب بتلعب في ميلوول الإنجليزي ما ينفعش الصيغة دي جاب بالزبط تقريبا حوالي أربع خمس طور لا موجود فيه المعسكر هيلعب فيه مع مين أو معسكر استعداد لإيه غير موضح في أي حاجة عايزين اللعب ده بس ينضمنه عايزينه لمدة ثمانة أيام والتيك التهراني على الحسابه كمان فنادي رفض وانضم المنتخب المغرب بعد كده يعني فيه واحد صاحب في صديقنا اسمه محمد كمال من الناس المجتهدة جدا فضل متواصل مع رمز لحد ما أقنع كابتال محمود جابر أنه هو يضمه وبالفعل انضم بقاه وحضر ثلاث معسكرات وجيه على حسابه التفاصيل له لسه سنة دلوقتي بأمانة أنا كنت أسمع عن ده بس أنا عارف المعلومة عندك هتبقى مؤكدة أكتر مني أنا بأسمع عن ده والله هم عشان الولاد حابين البلد قوي موحي بس ده تاكي الطيران يعني هم عشان حابين ده يعني هو قطر خيره النوافق بس أنا أنا تاكي الطيران أتحمله عشان لاعب هيفين منتخبات مصر في المستقبل بتاكي الطيران ما هم الموضوع محتاج بس دراسة شوية يعني محتاج نطلع فوق شوية اتحاد الكرة نفسه يعني الموضوع ياخد حجم أكبر شوية شوفنا المغرب شوفنا الجزائر شوفنا تونس بيستعينوا باللعبة ببرة بيقدموا الإضافة يعني شوفوا انتخب المغرب وصل فين ربع العالم صح وبجدارة